اعلانٌ للإعمار تارةً ودعواتٌ بإعادة النازحين منها تارةً أخرى هي ليست إلا وعوداً من رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني لسكان قضاء سنجار في محافظة نينوى وكسابقاتها من الوعود التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة أعلن السودان خلال زيارته إلى سنجار عن إطلاق حملة لإعمار القضاء وإعادة النازحين إليه إلا أن هذا الإعلان يصطدم بجملة عراقيل أهمها سيطرة الميليشيات على القضاء منذ سنوات لسيما ميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنفة على قوائم الإرهاب نواب في البرلمان الحالي شككوا بوعود السوداني بإعمار سنجار في ظل سيطرة الميليشيات على القضاء فيما أثارت الوعود سخرية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث إنها لم تمثل حقيقة ما يجري في القضاء لتبدو بحسب ناشطين كمسرحية للمماطلة بعدم تنفيذ اتفاقية سنجار وهو ما يراه مراقبون ونشطاء تأكيدا لما جاء على لسان زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي الذي أكد عدم تنفيذ الاتفاقية واعتبارها ميتة مدير ناحية السنون في القضاء خديدا جوقي أكد عجز الحكومة عن تعيين قائم مقام أو مدير لناحية في سنجار بسبب سيطرة الميليشيات فيما أشار إلى عدم ترحيب سكان القضاء بزيارة أي وفد حكومي يأتي لتقديم الوعود بينما لا يزال أكثر من نصف أبناء سنجار يعيشون خارج مدينتهم أما لجنة الهجرة والمهجرين النيابية فقد أعلنت بأن الحكومة لا تريد تنفيذ اتفاقية سنجار رغم الضغوط التي تمارس عليها والرفض الشعبي لزيارة الوفود الحكومية إلى القضاء بسبب عجز الحكومة عن معالجة ترد الخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني هناك مشاريع الإعمار وإعادة النازحين وتقديم الخدمات تبقى حبرا على ورق ما لم يتم إخراج الميليشيات من سنجار وهي القضية التي لا تزال خارج خطط السلطات الحكومية أو على الأقل ليست في متناول يدها وتبقى معها وعود السودان كأوهام يداري بها فشل حكومته بالسيطرة على القضاء ترجمة نانسي قنقر